تحية طيبة مشاهدنا للكرام أهلا بكم إلى نشرة الواحدة وقبل تفصيل إليكم أبرز العنوين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني يوقع على قانون المالية لسنة 2022 الحاج محمد عبد الله بالكبير نجل الشيخ سلحاج محمد بالكبير في ذمة الله ورئيس الجمهورية يعزي عائلة الفقيد ومريديه ومحبيه أبعاد استراتيجية للتعاون الجزائري الموريتاني بأفاق واحدة وحيوية لتوسيع مجالات الشراكة البينية والتبادلات التجارية في ختم زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر اعتماد أرضية عمل رقمية بمؤشرات إحصائية دقيقة إنعاشاً للمنظومة الوطنية للإحصاء وصناعة الأعمدة الكهربائية بيت فازا تجربة ناجحة تسهم في توفير مناصب الشغل والتقليص من فاتورة الاستراد انتلاق رالي عروس المتوسط ترويجاً لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمهرجان الثقافي الوطني أهل ليل بلواحة الحمراء تيميمون أصالة وتراث شعبي عريق بداية وقع اليوم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على قانون المالية لسنة 2022 وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنغريحة مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد محمد الأمين مسايد بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وعقب مراسم التوقيع أخذ السيد رئيس الجمهورية صورة تذكيرية جمعته بالطاقم الحكومي هذا ويحمل قانون المالية لسنة 2022 إجراءات وتدابير جديدة لدعم الإنتاج الوطني وتحفيزات لفائدة المستثمرين للمساهمة في بناء اقتصاد قوي متنوع يسهم في خلق الثروة ومناصب الشغل انتقل إلى رحمة الله فجر اليوم الحاج محمد عبدالله بالكبير نجل الشيخ سلحاج محمد بالكبير وإثر هذا المصاب الجلل بعث رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية هذا نصها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقدوتنا محمد ألفي ألفي صلاة وألفي ألفي تسليم أما بعد إيمانا بقضاء الله عز وجل وقدرته تلقيت صباحة اليوم نبأ وفاة المغفور له الحاج محمد عبدالله بالكبير نجل الشيخ سيد محمد بالكبير رحمهم الله تعالى وأسكنهما فسيح جنانه مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا أجل حل وقضاء نزل وشاءت رحمة الله أن تصرف عن الفقيد ما لاقى من هول العل والمرض وقد فارقنا ليلقى ربه راضيا مرضيا وحسبنا أننا نحسن الظن في رب العالمين أن سيتقبله قبولا حسنا كما يليق به سبحانه وتعالى قد دمعوا العين الله تبارك وتعالى صبرا ورضا إن لله وإن إليه راجعون ومن ثمة فالعزاء موصول إليكم عائلة الفقيد وإلى كافة الجزائريين ورواد زاوية الشيخ سيد محمد بالكبير ومريديه ومحبيه لله ما أعطى ولله ما أخذ عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم فيما أصابكم ولا أراكم الله مكروها ولا فتنكم من بعد الفقيد وصب عليكم من شآبي بالرحمة والسلوان والحمد لله رب العالمين في التعاون الجزائري الموريتاني حملت زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى بلادنا أبعادا استراتيجية ودفعا قويا للشراكة البينية بين البلدين الزيارة التي دامت ثلاثة أيام توجت بتوقيع على اتفاقيات حيوية لتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بين الجزائري وموريتانيا المزيد في تقرير هودر وابح تدسيدا للإرادة السياسية القوية بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون في كافة المجالات بما يسهم في تحقيق المصلحة المتبادلة حل بالجزاء الرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة رسمية دامت ثلاثة أيام حيث خص باستقبال مميز من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبو زيارة تباحة خلالها قائداء البلدين مختلفة المستجدات في المنطقة وعكست تفاهما متبادلا وتوحيدا للرؤى بين الجانبين إزاء سبل التعاون في مجمل الملفات بما يتيح مواجهة التحديات الراهنة زيارة توجت بالتوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم خصت كل من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الصحة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الصغيرة والأشغال العمومية وسط توجه نحو إحداث تقارب اقتصادي وتجاري غير مسبوق مكاسب أخرى تعززت بها العلاقات الجزائرية الموريتانية تتطلب توفير شروط ترقيتها وتدليل ما بقي من الصعوبات للوصول إلى التنمية المشتركة والمستدامة التي يتطلع إليها الشعبان الشقيقان معبر حدودي أصبح جسرا للتواصل بين سكان المنطقة الحدودية يضاعف من مستوى التبادلات التجارية ولجنة ثنائية حدودية جزائرية موريتانية تصهر على التعاون الثنائي في المناطق الحدودية وتتابع التنسيق الأمني المشترك لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان إرادة كبيرة بين البلدين في بناء شراكة استراتيجية توجت أيضا بالتوقيع على مشاريع مستقبلية لإنجاز محاور طرقية دولية مهمة تمكن من الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الإفريقية العلاقات الجزائرية الموريتانية تنتظرها خطوة حاسمة بعد إنجاز طريق الاستراتيجي بين تندوفي الجزائرية والزويرات الموريتانية على طول قرابة 800 كم البعد الاقتصادي تجلى أيضا في زيارة الرئيس الموريتاني إلى مجمع إنتاج اليوريا والأمونياك بوهران حيث يأمل ضيف الجزائر في تدسيد شراكة مثمرة في هذا المجال وفي مجالات الطاقات المتجددة مشاريع هام مشتركة يعول عليها البلدان لتغيير ملامح المنطقة بشكل كامل وفك العزلة وكذا تنشيط المبادلات التجارية والاقتصادية وهو ما يترجم حرص الجزائر على توطيد علاقات الأخوة وتوسيع مجالات التعاون من خلال الديناميكية جديدة تعزز الشراكة لا سيما وأن الجزائر ستحتضن قريبا القمة العربية الجامعة والموحدة للصف العربي في التعاون البرلمني استقبل اليوم رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن الجمعية الوطنية الموريتانية المختار والدخليفة والوفد المرافق له وبمقر مجلس الأمة استقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج عبد المجيد بن قداش نيابة عن رئيس مجلس الأمة استقبل رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن الجمعية الوطنية الموريتانية المختار والدخليفة والوفد المرافقة له أبدى الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ارتياحه لوطيرة أشغال بعض فروع المركب الأولمبي الجديد التي تشرف على نهايتها ومنها القاعة متعددة الرياضات والمسابح مشددا على ضرورة الالتزام بموعد الاستلام النهائي للمرافق المتبقية المزيد مع بالمهدي بالمهل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ولاد زيارته لولاية وهران وقف مطولا بالمركب الرياضي الجديد الذي تحول إلى ورشة كبيرة قدرت تعدادها الإجمالي بأربعمائة وخمسين عاملا يشتغلون بنظام ثلاثة فرق ليلا ونهارا يشتغلون بنظام ثلاثة فرق ليلا ونهارا أيمن بن عبد الرحمن أكد على أدق التفاصيل المتعلقة بتاريخ وضعه التجهيزات وفضاءات الاستقبال والتجديد على البعد البيئي والجمال من خلال توسيع دائرة المساحة الخضراء والأشجار التزينية الوزير الأول وزير المالية كان مرفوقا في زيارته الميدانية لولاية وهران بوزير الطاقة والمناج محمد عرقاب الذي أعطى توضيحات عن مساهمة مصالحه في تقديم هذا المرفق في أحسن حلة أجل التسليم النهائي حسب ولي ولاية وهران سعيد سعيود لا تتعدى في مجملها شهر جنفي من السنة المقبلة ويعد هذا المركب الرياضي الذي صمم بمواصفات عالية الجودة مفخرة للجزائر التي تستعد من خلاله لاحتضان ألعاب البحر الأبض المتوسط في شهر جوان القادم وفي التعاون الجزائري التونسي بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بن زيان مع نظره التونسي منصف بوكتير اللقاء الذي جرى بالمركز الدولي للمؤتمرات تناول سبول تعزيز علاقات التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وصار الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري على المشاريع هذه بطبع الحال عن لجنة خباراء تخدم فيها المكلف بالتعاون الدولي في البلدين فيها كذلك رؤساء الجامعات مش ينظروا في المشاريع هذه واحنا دورنا بتبع الحال المتابعة والتشجيع المتواصل تكلمنا على كل ما يتعلق بحركية الأساتيدة والبحثين وحتى الطلبة، طلبة الدكتوراه وحتى المستر وتكلمنا على مشاريع بحث علمي وخاصة بحث بامتياز لأنه كان فيه مشاريع 25 مشروع كان ينتقى لـ 25 مشروع بحث بامتياز وكذلك مخابر بحث بامتياز ستة مخابر بحث بامتياز واختارينا شهر فيفري إن شاء الله بش يكون فيه انتلاق رسمي لهذه المشاريع هذا وشكلت المساهمة الفاعلة للمؤسسات الجامعية والأكاديمية والبحثية في الجزائر محور لقاء جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالباقي بنزيان ورئيس التحقيق البحث العلمي العربية مبارك محمد ولد المجذوب الذي ثمن جهود الجزائر في حسن إدارة وإنجاح المؤتمر الثامن عشر لوزراء التعليم العرب وبالمدرسة العليا للإدارة أكد وزير الرقمنا والإحصائيات حسين شرحبيل على الدور الهام للمجلس الوطني للإحصاء في إنعاش المنظومة الوطنية للإحصاء وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية جاء هذا بمناسبة الاجتماع الثاني للمجلس الوطني للإحصاء بعنوان سنة 2021 والذي يأتي بعد تنصيب المجلس في العشرين من أكتوبر الماضي حيث ذكر وزير الرقمنا والإحصاءات بتوصية الوزير الأول وزير المالية لجعل هذا المجلس أرضية عمل أساسية تعتمد على منهجية المؤشرات الرسمية بكفاءة ومصدقية نهدف من خلال اجتماعنا هذا اليوم إلى إرسال آلية المناسبة لتتبع وتنصيق عمل المجلس سواء بالنسبة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء أو ما تعلق بمراجعة النصوص القانونية الخاصة بالمنظومة الإحصائية وتحيينها بما تستدعيه مواكبة الاحتياجات الوطنية والتطورات الدولية بالإضافة إلى التفكير في وضع الأولويات بالنسبة للعمليات الإحصائية الواجب تنفيرها أطلق البنك الوطني الجزائري اليوم خدمة طلب التمويل عبر الانترنت هذه الخدمة الجديدة موجهة لفئة الأفراد والمهنيين والمؤسسات مجانا عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق بياناتيك وتشمل مختلف صياغ القروض الكلاسيكية وتمويلات الصيرفة الإسلامية وعلى هامش الحدث تم إطلاق البطاقة البنكية النخبة حيث تندرج هذه المبادرة في إطار تنفيذ السياسة الرقمنة والتحول الرقمي بهدف تحديث الخدمات المصرفية من خلال طرح منتجات وخدمات مبتكرة يسمح هذا التطبيق إلى إعادة بعد نشاط اقتصادي وتسهيل عملية اللجوء إلى طلبات القروض البنكية من خلال عملية تسهيل التواصل ما بين المواطن أو المؤسسة والبنك الوطني الجزائري بطاقة الدفع الإلكتروني الجديدة إليت تضمن خدمات إضافية من بينها التأمين من بينها أيضا الصحة من بينها أيضا طلبات تتعلق بمؤسسات تتواصل ويكونوا مؤسسات تجارية عبر الإنترنت وتمويل المشاريع المنتجة يسهم لمحالة في تقليل من حجم الإسراد وتغطية السوق الوطنية وهو ما يطلع به مصنع ميديفوز لصناعات الأعمدة الكهربائية بالقليعة باتفازة من اللاجل هنا الجودة والمعايير الدولية هنا الكفاءة الجزائرية تضع بسمتها هذا المصنع للأعمدة الكهربائية كان في البداية يكتفي بالاستيراد فقط وتحول اليوم إلى مصنع وبمقايس عالمية كنا نستولد هذه الأعمدة لكن في سنة 2015 قررنا نصنع هذه الأعمدة محليا خاصة أن المادة الأولية متوفرة في الجزائر مصنع الحجار أنواع هذه الأعمدة نخدمهم من 3 أمتار إلى 12 متر ومن 12 متر حتى 30 متر لنلقوهم في الملاعب والطرقات في المناء في الموانئ ونتعامل مع الشركات الخاصة والشركات الوطنية بطاقة إنتاج تصل إلى 120 عمودا كهربائيا يوميا يفتح المصنع فرصا للتوظيف لأزياد من 70 عاملا في وظائف قارة ويسعى إلى ولوجه عالم التصدير الحمد لله عندي ثلاث سنين وأنا هنا وأنا مسير آلات بعدما ادخلت استقبلوني أحسن استقبال الحمد لله وبعدما توجهت إلى هنا داروا لي فورماسيون على الماشين هذا من بين المهام التطوير وإنشاء في المجال الميكانيك هنا هنا في شركة منذ خمس سنوات أعطتنا لشانسة ديرنا نخدمه ونطوره في المنتوج الوطني والمحلي وبما أننا قدرنا نغطي السوق الجزائريا أصبحنا اليوم نطمع إلى تصدير هذا المنتوج المحلي للسوق الإفريقي ولما للسوق الأوروبية هو أنموذج للاستثمار المحلي الناجح إذا ما توفرت الإرادة والرؤية السديدة والكثير من الصبر لبلوغ الأهداف المرجوة فلاحيا وبولاية عين الدفلة وقصد التكفل بالفلاحين المتضررين من الحرائق الأخيرة شرعت محافظة الغابات بتنسيق مع السلطات المحلية في عملية تشجير واسع استفاد منها فلاح والمنطقة محمد عياشي ما تزال الجهود متواصلة هنا بأعالي العناب بولاية عين الدفلة للتكفل بالفلاحين المتضررين جراء الحرائق الأخيرة أنا واحد من الناس عندي 500 ضربك يعطوني 500 تازبوش ومئة لوس ومئة داليا والرمان والكرمة ما زال ما لكوش هذا السؤال حبدينا في اليوم العملية لولا في اللوس نضررين في الحرائق التي أقوت أن نطلبوه من ربي هم الدولة هي عاونونا نشوف المواطنين متحفزين والفلاحين متحفزين وكل واحد يحوز يغرس أشجار خاصة به خاصة كان بعض المسفادوش وبعض السفادوه ولكن السلطات دائما فتحت أبواب التاحة لاحتواء الجميع ومساهمة في إعادة بعث الحياة في هذه المنطقة استحسان لدى المستفيدين من هذه العملية في انتظار تعميمها على باقي المناطق المتضررة بالولاية اليوم رنا مع شجرة تعلوز وشجرة الزيتون هي عملية متواصلة لتكفل بجميع المتضررين المحصطة على المستوى هذه المنطقة والمقدرة عددهم 407 متضرر نقوم حاليا بعملة استخلاف هذه الأشجار المثمرة المقدرة عددها بـ 75.699 شجرة مقسمة على 14 نوع الفلاحي كلهم فرحانين والدولة يوقف معهم إن شاء الله نعاونهم بكل الوسائل والمؤسسة يوقف معهم إضافة إلى عملية التشدير هذه بشارة المصالح المعنية بعملية تنظيف واسعة لإزالة أثار الحرائق والحفاظ على البيئة وقزة استمرارية النشاط الفلاحي يعمل صندوق تعاون الفلاحي بورغلا على تحسيس الفلاحين بأهمية التأمين حماية للفلاح وضماناً لوفرة المنتوج وجودته المراسلة لسهيل بندانيا كثيراً ما يتعرض المحصول الفلاحي إلى الإتلاف بسبب التغيرات المناخية في ولاية الجنوب ومنها زراعة الحبوب التي تتأثر بهبوب الرياح وتتلف بنشوب الحرائق الخطر الأول هو الرياح العواصف ثم الرياح الساخنة والحرائق بالنسبة لنا نحن في الجنوب لدينا ثلاث أخطار هذه دالت المديرة العامة قواعد لحساب الشق التأميني بنسب ضئيلة وبتخفيضات التلحق حتى 60% للفلاح وتشجع مختلف صياغ التأمين على استمرارية النشاط الفلاحي وكذا الدورة الإنتاجية وبتوفير التأمين يستطيع الفلاح مواجهة الصعوبات ويسهم في تحقيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية الفلاح رغم معرض في أي لحظة وهي كما الكوارد الطبيعية يعني رغم الرياح هذه بحكم المنطقة الصحراوية وتأمين شامل لازم الفلاح يأمن الفلاحين تتعاون كين الريح كين ساعة الجينة للحشرات الضارة هذه والأغلب هي الريح معناها هو المتعبنى في الجهة طاورقلة هذه التأمين هذا هو الرفيق الأول والدعم الوحيد للفلاح والمستثمانين الفلاحيين ومن منبر هذا أن النادي والنشد كل الفلاحين والمستثمانين الفلاحيين أنهم يتعاونوا مع صندوق هذا السيارة بشي أمنوا عتادهم ومزارهم الفلاحية وينتهج صندوق التعاون الفلاحي سياسة التوعية والتحسيس بأهمية حماية ممتلكاته الفلاحية أمام الأخطار المتوقعة لا سيما المرتبطة بالتغيرات المناخية في إطار الحملة الوطنية حول الاستعمال الآمن والعقلاني للكهرباء والغاز نظمت ولاية بومرداز بالتنسيق مع شركة سون الجاز والحماية المدنية أبوابا مفتوحة بهدف غرس ثقافة وقائية استباقية من مخاطر القاتل الصامت ليندا مكي خوافل تحسيسية جابت مختلف قرى ومداشر ولاية بومرداز في إطار الإعلام الجواري حول مخاطر الاختناقات بغاز أحادي الكربون نحن مثل في تروة 150 بعثونا الوسموخ بالما يطلقون القاز حتى بعثونا الناجون عقيري ولا كيف تقولوا ببالصوني القاز رحنا له باش حاوزنا توتلات ويوتري نتعلى الاخر وقالنا على الله يراسيو هذه كتعلى عند الباب نين يخرجين قاز من الاخر حملات تحسيسية توعوية تقوم بها السلطات العمومية بغية ترسيخ الوعي لدى المواطنين من خلال الالتزام بقواعد السلامة قمنا بتنظيم أبواب مفتوحة حول الاستعمال العقلاني للطاقة الكهربائية وكذا حول الاستعمال الآمن للغاز الطبيعي ونستقبل زبائنا ونذكرهم دائما بأهم التدابير التي يجب اتخاذها هذه العملية مست جميع المؤسسة ترباوية مركز تكوين المهني وكذا المساجد ساحة العمومية وخاصة الأحياء الموصلة بالغاز حديثا أعطينا إشارة انطلاقها القافلة لتجوب مختلف أحياء وقرى الولاية لتحسيس المواطنين بأهمية هذا الموضوع وللحفاظ خاصة على النتائج التي احتحقت في الولاية على مدى سنتين فارطتين أين لم نسجل أي حادث وفاة يبقى عاملاء الحيطة والحذر كفيلين لتجنب مثل هذه الحوادث تربويا شكل موضوع قوانين وآليات محاربة الفساد داخل الحرام التربوي محور ملتقا جهوي أشرفت عليه وزارة التربية الوطنية بوهران وضم مفاتيشية تربية لغرب الوطن عمري نهاري وتفاصيل المنظومة التربوية وكيفية التسير الإداري والمالي وترقية الأداء البداغوجي في قطاع التعليم مواضيع تم تطرق إليها في الملتقى الجهوي بوهران بعنوان الوقاية من الفساد من تنظيم وزارة التربية الوطنية إذن هدفنا هو أن نحمي المؤسسات التربوية من هذه الممارسات الممارسات التي قد ربما تؤثر على العملية التربوية البداغوجية في جانبها المعنوي وفي جانبها المادي والإداري نحن نصبه في إطار برنامج وزارة التربية الوطنية إلى الوصول إلى مدرسة الجودة مدرسة نوعية ملتقى ضم مفاتيشي الجهات الغربية للوطن بحضور المفاتيش العام لوزارة التربية لتحيين بعض القوانين والآليات وهذا لتحسين المنظومة التربوية مثلاً عدم القيام الموظف بعمله بإتقاله يعتبر فسد كذلك الغيابات المتقررة وغير مبررة للموظف ويعتبر كذلك فسد كذلك المحابات في التوظيف يعتبر كذلك فسد إذن كذلك الغش في الامتحانات المدرسية أو المسابقات يعتبر فسد فهذا الملتقى الجهوي يحمل عدة أبعاد ومن بين هذه الأبعاد بعداً مهنياً يهدف بالدرجة الأولى إلى الوقاية من الفساد والتحسيس به في الوسط المدرسي تكاثف الجهود وتوزيع المهام بين المعلم الإدارة والأولياء عامل هام لتحسين المنظومة التربوية ببلادنا في أخبار الفن السابع انطلقت بولاية باتنا فعالية الملتقى الوطني للفيلم القصير الذي حمل شعار الفيلم يوثق للذاكرة بمشاركة ثلاث وثلاثين ولاية طبعة هذا العام خصصت للأفلام التاريخية وستتوج في ختامها أفضل الأعمال السينمائية المحلية يونس لك حلذيب بين الأفلام التاريخية والاجتماعية تنوعت الأعمال السمعية البصارية الشبابية وكلها توثق لتاريخ الثورة المجيدة ببصامات الشباب الجزائري نحمل معنا فيلما اسمه عبق التاريخ أخذنا فيلم يحتوي على أحداث تاريخية من تاريخ الجزائر خلال الفترة الاستعمارية شاركنا في ميرجال الوطني للذاكرة الموثق بفيلم الشهيد هل نسامح الذي يعالج موضوع اجتماعي ومعاناة الشعوب من الاستدمار 33 فيلما مشاركا في هذه المسابقة قدموا من عديد الولايات ويتسابقون على أحسن ثلاثة أعمال سوف تعتمد على عدة معايير لتقييمها للأفلام القصيرة سوف تعتمد على أداء التمثيل سوف تعتمد على المؤثرات الصوتية سوف تعتمد على الإخراج على معايير كثيرة هي سليمة حتى نكون شبابا في الأفلام القصيرة مستقبلا اللقاء الوطني للفيلم القصير للشباب تحت شعار توثيق الذاكرة اليوم يشارك في هذا اللقاء الوطني 33 ولاية من الشمال إلى الجنوب من الشرق إلى الغرب الفيلم القصير وثق للذاكرة هو شعار الملتقى الذي اعتمد رسميا في هذه الطبعة وسيمنح الشباب الفرصة لتوثيق تاريخ الثورة المجيدة وفي الذاكرة التاريخية أحيت جمعية مشال الشهيد ذكرى تأسيس أول مدرسة للجيش الوطني الشعبي في ميدان الإشارة والاتصالات وهذا بتنسيق مع مديرية الجمارك الجهوية وبحضور الأسرة الثورية وسلطات المدنية والعسكرية ببشار جويدة بابا أحمد محطة أخرى من محطات النضال والكفاح بان ثورة التحرير المجيدة ذكرى إنشاء أول مدرسة لجيش التحرير الوطني في ميدان الإشارة والاتصالات وقفت عندها جمعية مشعل شهيد ببشار بمقر المديرية الجهوية للجمارك واحتضنت هذه المدرسة في البداية 25 طالب متربصاً في اختصاص الاستقبال والتنصة والمرص وغيرها من التقنيات السلكية واللاسيكية وكان اللي يتي بنزعم مرسل اللي كانت لزينة قريبة كانت يصال بيناتهم يبعتوا اتصال مجاهد قال هوا شبا غين ديروا وغدوا ولا شبا غين ديروا هذا اتصال وكانت ترانسميسيون فبعد عرض صور لمختلف المحطات التاريخية إبان الثورة التحريرية استمع الحضور إلى نبدة من الشعر المحلي أبرز من خلالها شعراء نضال وتضحيات الجيش الشعبي الوطني للظفر بما نتمتع به اليوم الحرية والاستقلال نقول لهم يقوموا هم اللي يشدوا المشعل وليحنا كبرنا الله غالب وبلادهم بلادهم مهما كان الضروف والله ما يلقوا كمال زازير المناسبة كانت فرصة استذكرت فيها تضحيات سلاح الإشارة بوصلة الثورة الجزائرية ووزنها الثقيل في بعادلة الصراع مع العدو الفرنسي إلى تطورات الوضعية الوبائية في العالم حيث حذرت منظمة الصحة العالمية مما وصفته بيتسونامي إصابات بالمتحورين أوميكرون ودلتا الذي قد ينهك المنظومات الصحية التي تقف على شفير الانهيار في وقت تسجل العديد من دول العالم أعدادا قياسية للإصابات بالفيروس حسب المنظمة هذا وقد بلغت الإصابات بالمتحور أوميكرون شديد العدوى مستويات قياسية وصلت إلى 37% في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وهي أعلى حصيلة سجلت منذ إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباء عالميا ترويجا لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة في وهران انطلق الرالي الرياضي عروس المتوسط الذي يسهم في الترويج للألعاب المتوسطية واكتشاف مقومات السياحة ببلادنا هذا الرالي كان التفكير عنده منذ موهلا لكن السيدة دوني حجاب طلبت من وزارة لترافقها في تنظيم هذا الرالي ووضعنا كل ما هو يلزم لنظم هذا الرالي بصفة جيدة إذن الجمعية الوطنية لترقي تطوير رياضة نسوية هي تنظم هذه الطبعة الأولى لرالي السباق السيارات النسوي الدولي الذي هو تحت شعار عروس المتوسط من أجل الترويج لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها الجزائر الصيفة المقبلة هذه تظاهرة تجمع بين طابع الرياضي والسياحي هي فرصة لاكتشاف الجزائر العميقة بجبالها بكتبانها برمالها يعني نخليه الجام السياحي في مختلف الاختصاصات كرالي أو الرياضات الميكانيكية ومن بينها رالي الانذباط نشوفوا مشاركة مختلف ولايات الوطن إلى جانب فلسطين الشقيقة لأنه كنا ننتظر عدة دول أخرى لكن بسبب جائحة كورونا لم تصل إلى غاية الآن نتمنى إن شاء الله توفيق إلى كل الممارسات ومن خلال هذه الطبعة الأولى سنجتهد أكثر لنجاح الطبعة الثانية إحنا دينا هنا بنفهمهم من اللي في الطريق إنذباط بحنا نحفظوا على الطريق ما تكونش فيها الزاكسيدون ما يكونش فيها الحوادث قادر المرأة تحكم السيارة وتدخل الطريق ما تخافش من الوطولات ما تخافش من السرعة وان شوي وان بلوس وثاني تنضبط في الطريق ما هي تجربة الأولى التاعي في الرعالي هذا النسوي وكتجربة أنا لا أعطي شك موما في هذا الدنيا الواحد يجب أن يتعطي منه حاجة كما كأنه لا يمكن أن نرأطيها والبوت التاعي ومن الرياضة والسياحة إلى الثقافة حيث تتوصل بدار الثقافة مالك حداد بقسنطينة فعالية المهرجان الوطني لمسرح الطفل في ضبعته السابعة عشرة بمشاركة فرق من ستة عشرة ولاية تتنفس على جائزة أحسن عرض مسرحي المزيد مع أمينة بعتوش الفرجة المتعة والمنافسة كانوا حاضرين في المهرجان الوطني لمسرح الطفل الذي انطلق بقسنطينة مع عروض مسرحية لعدة ولايات من الوطن تدعم المواهب التمثيلية لفئة الشباب تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى اكتشاف المواهب طبعا عبر تنظيم مثل هذه المهرجانات يعني نشوفوا مبدعين كبار يخرجوا من هذه المهرجانات غرس سلوكات إنسانية واجتماعية لدى الطفل من أهداف هذه العروض التمثيلية التي ومع بدايتها تجاوب معها الأطفال بإعطاء روح لونتها البراءة في عطلتهم الشتوية في هذه العطلة الشتوية تمتعنا بزاف وعشنا مع المصرح وتوحشنا هذه الأجواء يجب علينا نظر سجري جيدا لأن ديارة السلسة أساس للنجاح يوم عجبتنا حال اشتحنا وغنينا عجبني هذا المصرح كثير أكيد الفرق المشاركة في المسابقة ستقدم أفضل ما لديها من قصص وسينغرافية تبدع بها من على الركح إلا أن الأطفال وحدهم من سيصنعون الفارق بتفاعلهم المستمر ونشر البهجة في كل مكان والختام من الواحة الحمراء بيتميمون حيث تشارك خمس عشرة فرقة تراثية محلية منها فرقتان للبراعم في المهرجان الثقافي الوطني لأهليل في طبعتها الرابعة عشرة التظاهرة الثقافية للتين طلقت مساء أمس تدوم أربعة أيام المزيد مع وهي بامزوج مهرجان أهليل يعود من جديد بعد غياب دام لثلاث سنوات ولكم أهليل قولوا لك لمس يدي ربي نغنو عليه على الصحابة وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أهليل وانت من هذا الفن هذا يبقى لهوا وماذا بينه هذا الفن يبقى لهوا أنا الروح يراني فنان صغير 45 سنة تقريبا من لي بدي 19 سنة راني يقول أهليل أهليل عنده راحة كيتغنيه تكون عندك راحة تمام حفيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه الدكر وفيه طرات صحراوي محد من الولايات سيارت وحمد الله كل شيء يعجبنا السكان ما شاء الله كرامة وماذا بنا كتوحنا مع المهراجين من هاك شغل نتعلموا سوالح جدد أشك في ثقافة ساحن تبهر ما شاء الله فيها توراث إحياء توراث هنا أصلا في الجزائر يخصنا إحياء توراث الوطن العادات والتقاليد تعالي الشعب لي اقتبان الطبعة هذه جاءت وفاءا لروح أحد رواد فن الأهلين بمنطقة قرارة محمد تلاوي المعروف بحم كوكو عودة إن شاء الله عودة كانت ميمونة عودة فرح بها كثير ساكنة تيميمون وزائريها يعني شفنا اليوم جمهور غفير وتملأ بالمدرجات لعشقه وحبه لأن هذا التوراث في الحقيقة قبل أن يكون إحاءات وموسيقى وأداء هو سجل أو حوار يخاطب الروح فيجد كل واحد ضالته في هذا المروض التقافي أهلين أداء ديني واحتفال روحي لا يخلو من ذكر الله والصلاة على رسوله بهذا وصلنا إلى ختم النشر بقي أن نذكر بأبرز العنوين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يواقع على قانون المالية لسنة الفين واثنتين وعشرين الحاج محمد عبد الله بالكبير نجل الشيخ سلحاج محمد بالكبير في ذمة الله ورئيس الجمهورية يعز عائلة الفقيد ومريديه ومحبيه أبعاد استراتيجية للتعاون الجزائري الموريتاني بآفاق واعدة وحيوية لتوسيع مجالات الشركة البينية والتبادلات التجارية في ختم زيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر اعتماد أرضية عمل ورقمية بمؤشرات إحصائية دقيقة عاشا للمنظومة الوطنية للإحصاء وصناعة الأعمدة الكهربائية بيتي بازا تجربة ناجحة تسهم في توفير مناصب الشغل والتقليص من فاتورة الاستراد وتابعنا في النشرة انتلاق رالي عروس المتوسط ترويجا لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمهرجان الثقافي الوطني أهلين بالواحة الحمراء بيتميمون أصالة وتراث شعبي عريق ختام النشرة شكرا لكم على كرم المتابعة والسلام عليكم اشتركوا في القناة